في هذه المحاضرة سنتكلم عن التدييات والصفات العامة للتدييات أولا التدييات تبتلك غددا تفرز الحليب وهذه الخاصية تميز التدييات عن غيرها وهذه سبب التسمية بالتدييات أيضا لوجود غداد التديي أيضا تتميز بالشعر والوبر والصوف التكاتر الجنسي حيث ينمو الجنين داخل رحم الأم وهذه طولة حية بيعتني بها أباءها لناية كبيرة والفترة طويلة قد تبتد عدة سنوات كما في الإنسان أيضا يوجد أربع حجرات في القلب وقاوز جهازية واحدة هي بيسرى أو الأبها أو الشريان الأورض كما يوجد حجاب حاجز عضلي بيلعب دور هام في التنفس أيضا هي من دحوات الدم الحار توجد طبقة من الدهن الأسفل الجلد تمنع فخدان الحرارة من الجسم لها أسنان ذات أعداد وأشكال مختلفة ولكن التثنين مزدوج يوجد في الفك سفلة عضم واحد هو العضم السن الوحيد نتيجة تعود تديات على مضغ غدائها أمام السوري أما العضم الأخرى للفك سفلي قد دخلت في تركيب العدن المتوسط أو اختفت كما توجد أساسا سبع فقرات عنقية فقط سبع لها جهاز تنفس متطور وقلب من أربع حجرات ذات كفاءة عالية تمانية لها كليتين متطورتين بتخلص الجسم من الفضلات الدائبة وتحافظ على تهزان السوائل به أيضا لها دماغ متطور مقسمة لأجزاء متخصصة ومستقبلات حسية متطورة للسمع والبصر والشم واللمس أيضا وجود الحجاب الحاجز فاصلا الرئع والقلب عن الأحشاء الداخلية الأخرى هذا الحجاب لا وجود له في الطواف الحيوانية الأخرى أيضا وجود ثلاث عضايمات سمعية في الأدن الوسطى والأدن الأصبح تكون من ثلاث أجزاء الأدن الداخلية والخارجية والوسطى ويوجد صوان للأدن تطنف طائفة التديات في ثلاث طوافات رئيسية هي البروتثيريا أو التديات الأولية ليس لغدد اللبن حلمات ولكن لها مسالك على سطح الجلد ولا يوجد رحم لقناة البيض وهذه الحيوانات تبيض وتجتمل هذه الحيوانات أكل النمل الشوكي ومنقار البطل وتوجد فقط في أستراليا الطوافة التانية الميثثيريا أو التديات البعدية وهي التديات الكيسية حيث يوجد للإناد كيس في معخرة البطل وهي تضع أحياء عير كاملة التكوين ولذلك تحملها الأم داخل الكيس حيث ترضى اللبن من الغد التديية التي توجد حلماتها داخل هذا الكيس ونمتلتها الكانجرو ودير ثمانية طوافة الثالثة اليوثيريا اللي هي التديات الميشمية وهي التديات الحقيقية حيث تتمتاز بوجود ميشيمة معقدة التكثيف وتغد الجنين داخل الرحم بواسط هذه الميشيمة حتى يكتمل نموه وهي تشتمل على الأغلبية العظمى للتديات الحية واكثرها شهرة ونأخذ الأرنب مثال عن التديات الأرنب كمثال للتديات الحقيقية الاسم اللاتيني إريكتولاجوس كانيكيولوس للأرنب من التديات الأصيلة وتنتمي إلى رتبة اللقم الثورة التي تتميز بأن وجد لها الخلفيتين أطول من الأمامتين عشان هيكي بتخفز وديلها قصير القواطع الأمامية بتظل تحمل وهي من صاحب القواطع السفلية طبعا تكون أصغر من القواطع القواطعين العلويين وهي نقابة ماهرة والأرنب حيوانا شبيو بعيش في جماعات أو قطعان يسهر بتسرق ناسه الصفات العامة يغطي جسم تقريبا كله يغطي جسم كله تقريبا بالشعر ممكن أن يكون متجانس اللون ومتعدد الألوان ومناطق الجسم هي الرأس العنق الحدع الذي يتصب به زوجة من الأطراب خماسية الأصاب خماسية الأطارع ثم الديل في الرأس الفم هو أماني بتحيط فيه شفتين بطرياتين بتحركتين وهي صفة مميزة للتديات وتشوف السفلة مخصومة بشق وسطي يوصل الفم بفتحتين الأنف الخارجياتين وحتى أن مائلتان تقعان على طرف أنف بتحرك أيضا صفة مميزة للتديات تقع حلفهم على الجانبين العينين الكبيرتين وكل منهما بحاط جفنين أحدهما عنه والآخر صفلي وكلهما مهدب أي حمل رموشا ثم بالجفن الثالث هو الغشاء الرامش الذي يتصد بالثاوة الأمامية للعين ثم وجود الرموشية صفة أيضا للتديات وتوجد على المنطقة الأمامية للرأس أو الوجهة شعيرات حسية قليلة هي الخطرات ذات طول بالك حيث الهيكل اللي حنتكلم عنه خاصة اللي هو الهيكل الداخلي بيشتمل جهاز الكيل في الأرنب على قسمها هيكل خارجي اللي بتكون من المشتقات الجلد والمخالب والشعر الآخر هو الهيكل الداخلي بتركب من جزئ الرئيسين هما الهيكل المحوري والهيكل الطعفي الهيكل المحوري بتركب الهيكل المحوري في الأرنب من الجمجمة العمود الفقاري الضلوع القص الجمجمة بتتركب من الأجزاء التالية الكرانيوم محافظ الحس الفك العلوي الفك الصفلي الجهاز اللامي الكرانيوم أو محافظة المخ تتركب أعظام الكرانيوم في ثلاث مجموعات أو حلقات عضنية من الخلف الحلقة القدالية الحلقة الجدارية هي الحلقة الوسطى تكون من الوتد القاعدي والوتدين الجناحيين على الجانبين ثم الجداريين اللي بتكونوا صقف الحلقة ويصل ما بينهم وبين العضم الخلف العضم بين الجدار الصغير اللي هو واضح هنا الحلقة الجدارية وهي الحلقة الأمامية تتركب من الوتد الأمامي على القاع والوتدين الحجاجيين على الجانبين والجداريين اللي بكونوا اللي هو صقف اللي هو الحلقة الجدارية بيحمل كل منهما نتوق فوق حجاجي هاي الجابة وهي النتوق فوق حجاجي ويمتلع الحيز الموجود بين القدال والوتد الجناح على كل جانب الجزء الكرنيومي من العضم القشري كما يبدأ بين العضم القتر وعضم الفك على كل جانب قوس عظيمة تعرف القوس الوجنية بيكون جزوها الأمامي الحافة السفلية للحجاج وتقع بعض عضلات الفك القوية بين الجزء الخلبي من القوس الوجنية والاكرانيوم مقدمة تجويف الكرانيوم العضم المطفول محافظ الحس المحافظة تلك السمعتين وهم غائلتين تماما في جدار الكرانيوم بتركب كل منهما من عضم حيث هو حوق الأدن ولا جواره ولكن خارج الكرانيوم توجد القلة الطبلية قرورية الشكل تحتوي على التجويف الطبلي وتكون رقبة هذه القلة صماغ الأدن الخارجي أما العضيمات السمعية بتقع داخل التجويف الطبلي المحافظة الشمية بتحيط بالمبررة التنفس بتكون سقق العضبطين بفلطحتين هم العضمين الأنفيين ويقسم المطفول بتوسط اللي هو المحافظة الشمية على نصفين والذي يكون نطفول أمامي الحاجزين يكون نطفول أمامي الحاجزين الأنفيين بتقع المطفول المتوسط فوق العضم الميكة اللي هيكون على شكل حرف فيه هو بكون الحنكيين والفكيين والفكيين الأماميين فاع التجويف الأنفيين المحافظتين البصريتين لا توجد عضم خاصة بهاتين المحافظتين كل عيين مستقرة داخل التجويف حجاجي بتسع بحده الحيد فوق الحجاجي للعضم الجبه من الجحان الظهريت من الجحان بطنية القاوس الوجنية الفكيين يوجد فك علوي وفك سوفلي والفك العلوي من سلسلة من عضاهم ملتحمة مع الكرون المعين العضمين الجناحيين والعضمين الحنكيين في صخف الفم والفكيين الأماميين كل منهم يحمل نتوء أنحي ونتوء حنكي بينما الفكين اللي بينشاء منهم نتوء واجني ونتوء حنكي بينما الفكيين السوفلي بتكون من عضم واحد هايو هو العضم السني اللي بتكون من نصفين بيتحده تماما في الارتقاء الدقني وبينفرجوا إلى الخلف بتكون كل فرع من جزء مستارد بيحمل الأسنان وجزء صاد رأسي بيحمل نتوء كليلي ولقم للتمفصل ومع العضم القشرة وفيه لتوء زاوي كما هو وعدها وهي القواطع والفرج ما بين الضواحك والطواحين وهذا الجزء هو فقر من الفك السفلي أخيرا الجزء اللامي بينشاء من الأقوات الخيشمية الجنينية بيعمل على تدعيم اللسان وهذا بيشتمل على عضم ونصطي هو اللام القاعد وزوج من القرون الممتدة لخلفهم اللاميين اتراك فيه ترجمة نانسي قنقر